السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورة تعلم بلندر 2-8 مبتدئين الفيديو رقم 11 والنهائي لأني اليوم سأعمل غرفة بسيطة جدا ونفذ خلف هذه الستارة بحيث تكون هي المصدر الوحيد للضوء ثم عمل الرندر إعداد الكاميرا وعمل الرندر لكن قبل ذلك أريد التنويه على أهمية الاشتراك فهو وقود كل القناة وهو مستقبلها لذلك إذا وجدت هذا الفيديو مفيد وأعجبك محتوى هذا القناة وكنت مهتم بما تقدمه هذا القناة وفقط إذا كنت مهتم اضغط زر السبسكريب لأنه سيكون مفيد جدا ومهم جدا ولا تصدق كم يحدث ذلك من فرق كذلك تابعوني على إستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنه جديد لأي سؤال أو استفسار رابط الحساب في الـ Description في الأسفل أتي الآن إلى هنا وأتحول إلى وضع الـ Object Mode ثم أضغط Shift A Shift C لإعادة كرسل الثلاثة الأبعاد إلى المنتصب أضغط الآن ثم أضغط Shift A ثم ماشي ثم كيوب وهذه الغرفة صراحة أضغط Tab للدخول في الـ Description أضغط S لتكبيرها إلى هذه الدرجة أضغط S Shift Z وذلك لتكبيرها على كل المحاور في معدد Z لهذه الدرجة تكون جيدة أضغط Tab أضغط GZ تلاحظون أني إذا أحركتها دائما ما أخرج إلى الـ Object Mode وإذا لم أحركها فأبقى في الـ Description أنتئنا هنا أظن أن هذا مناسب جدا وهو فقط بالحظ أظن أني سأحدد هذا ثم أعطيها Sunk لأنني لم أعطيه Sunk في المرة السابقة لذلك أحدد هذا أتي إلى Modifier وأطيه Solidify بكل بساطة أضغط Slash للتركيز عليه Slash ثم أتي وأعد Sunk لأنها غير مناسب أرفع 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 ربما هكذا يكون مناسب و جيد أتي إلى Even Thickness هنا وEven Thickness أي يكون السمك متساوين عبر كامل حدوده Even Thickness منتهي الأمر وربما حتى لا أثقل على الرؤية أتي إلى هاته أين هي Only Rim هذه Only Rim Only Rim تعني فقط الحدود فقط الحواف يعمل لها Sunk ثم في الداخل يكون فارغ تخيل أن هذه الحفة موجودة والداخل فارغ هذا ما معنى Even Thickness هذا أفضل نراحضنا الأمر الآن وهذا غش لكنها جيد أضغط الآن Slash للعودة إلى هذه الوضعية هذا جيد Ctrl-S الآن ثم أبدأ بشق النافذة هنا وربما أحدد هذا كذلك وأضغط Z وذلك حتى أتأكد من أنه داخل الجدار أضغط ثلاثة لرؤية جانبية تلاحظون أنها بعيدة عن الجدار أتي بالجدار أضغط G أو ربما أضغط Tab وأضغط S شفت Z وأصغرها بعض الشيء لأنها كبيرة جدا على ما يبدو أو ربما يليست كبيرة بالنظر إلى القارورة القارورة والكأس وكل شيء يبدو كبير وعظيم لذلك سأصغره فيما بعد S شفت Z هكذا هذا كل شيء أتي الآن وأضغط Ctrl-R لأشق النافذة هنا وهنا Ctrl-R حتى لا نسيء الرؤية ولا نسيء الحكم نضغط واحد أضغط GG أضغط أدو أحدث هذا ثم GG لا أتي الدرجة جيدة أضغط Ctrl-R وأسحب إلى الأسفل هاتي حدود النافذة السفلية Ctrl-R وأسحب إلى الأعلى وهاتي حدود النافذة العلوية هنا ثم بعد ذلك أحدث هاته كلها ولكني الآن حددت للخلفية كذلك إذا أتيت إلى هنا لأنني في وضع الWireframe لإمكانك أن تضغط Alt-A ثم تضغط 1 ثم تأتي إلى هنا وتثفئ الشفافية ثم تحدث هذا فقط ثم تعيد تشغيل الشفافية لأنها جيدة هنا ثم أضغط X ثم Faces بكل تأكيد أضغط Alt وأحدث هذا ثم أضغط E Y في حالة Y ربما أنت في اتجاه X لست أدري نعطيها حفة هنا أضغط الآن Tab للخروج من Edit Mode أتي الآن إلى هنا أحاول موضعة ليس موضعة الكاميرا أتي وأضغط 1 أولا راحظون أن القارورة عظيمة بالنسبة للغرفة لذلك أصغر القارورة والكأس وأصغر الطاولة أصغر كل شيء أضغط الآن S أظن أن هذا حجم القارورة بالنسبة لهاته نعم هذا هو حجمه أضغط A الآن أضغط 0 للنظر عبر الكاميرا أحدد ثم أأتي وأضغط N أنا أستخدم في الواقع حتى لا أكذب عليكم أنا أستخدم اختصار Shift F لتحريك الكاميرا ثم أستخدم الW والS والQ والE والD والA لتحريكها لكن هذا الاختصار لا يعمل في Blender 2.8 كان يعمل بشكل جيد في Blender 2.7 صار في Blender 2.8 Shift tilde الذي يعرف هذا المفتاح فليخبرني به لأني لا أعرفه قيل لي أنه بجنب الواحد الواحد الذي فوق الأحرف بجنبه اليمين لكني جربته جربته لنجاح الأمل لذلك عدلته في الـ User Preferences هنا لذلك هكذا أحرك الكاميرا في الغالب لكني أحيانا أكذب عليكم وأقول الآن ثم آتي إلى هنا أنا لا أحرك بيانتي الطريقة لذلك أضغط N الآن وأتي إلى View هنا أين ال View ها يعني أنا في View أصلا ثم آتي إلى Log Camera to View أين Log Use Camera Log Camera to View View Port آه View Look Log Camera to View ثم بعد ذلك أحركها بهذه الطريقة وأتحرك وكأني أمسك بالكاميرا ثم الآن أضغط Log Camera to View هذه وأوقع الآن هكذا أظن أن هذا جيد ورائع جدا أو ربما أحتاج إلى الاقتراب أكثر لذلك سأقترب بـ Shift F وأنتم اقتربوا بهذا Shift F نعم هذا جيد ثم الآن ما علي فعله هو تلوين هذه الغرفة وسأريكم بتلوينها نتعلم شيء آخر كيف نعد 2 Material في نفس الشكل في هذه الحالة في هذه الغرفة أضغط Tab الآن للدخول في Edit Mode أضغط Ctrl R لإدخال واحد هنا Loop Cut ثم بعد ذلك أحدد الجزء العلوي كلية هكذا ثم أتي إلى قسم المواد هنا ثم أضغط New هنا ليس New هنا أضغط الزائد هذه ليستظهر مطرية جديدة ثم أضغط New ثم أتي الآن وأتركه هكذا مبدأيا لكن أغير اللون هنا أتركه أبيض أبيض نعم لأن هذا لون السقف ولون السقف يكون أبيض وأضغط هنا Style ثم بعد ذلك أتي إلى هنا إلى هنا ليس هنا هنا ثم أضغط هذه الزائد هنا حتى يتحدث مطرية جديدة أضغط Ctrl I الآن يحدد كل شيء في معادة هذا أتحول إلى وضع تحديد الأسطح نترك الضغط ثلاثة ثلاثة الخاصة التي فوق الأحرف أضغط Shift وآت وأحدد هذا كذلك ثم أضغط New هنا وأتي إلى هنا وأحول اللون إلى أي لون أريد أن تكون الغرفة به ربما هذا اللون هكذا وهكذا ثم أضغط Assign بحيث أني جعلت هذا القسم مربوط بهذا الماتريل وذلك القسم مربوط بهذا الماتريل إذا حددت هذا الآن أضغط Alt A ثم أتي إلى Select فتلاحظون أنها عمل لسيلكت في الجزء العلوي إذا ضغطت Alt A وحددت هذا وأتيت إلى Select يعمل لسيلكت للجزء السفلي وهكذا تعرف إذا كنت قد عملت بالطريقة الصحيحة أو لا أظن أنها الآن تبدو هذه الغرفة كبيرة من ناتجها لذلك أحددها وأضغط J وأسحب ناتج جهة وربما هذه كذلك J الآن كل شيء جيد إذا ضغطت الآن Z وأتيت إلى Solid Mode ربما أضغط الآن Look there هذا إذا ضغطت Z الآن Z ونزلت إلى الأسفل النتجة رائعة وعملنا غرفة في وقت خيالي فقط الآن علينا تغيير زاوية HDR لذلك ما علي إلا أن أتي إلى وضع الرندر هنا أنا في Cycles الآن أظن أن علي التحول إلى EV أفضل حتى تخف الرؤية ثم أجعل هذه الشمس أنا لدي في HDR شمس هنا سأجعلها مقابل هذه النافذة اختاروا أي HDR فيها شمس قوية هذا كل شيء فستكون الأمر جيدة في Cycles ثم ليس هنا ولكن أتي إلى Shade أولا Shade ثم أتي إلى هذه الأوبجيكت أحويلها إلى Word وهذا قسم آخر تستطيع التحكم فيه في العالم الخارجي ونفس هذه الأيقونة إذا فطنتم للأمر هذه الأيقونة هي نفسها هنا Word تلاحظون أن هذه الـ HDR وهذه الـ Emission Shader بإمكانك زيادة قوتها عن طريق زيادة هنا لا أحتاج إلى زيادة قوتها لكن بإمكانك تدويرها كما تدوير أي شيء آخر في المaterials عن طريق ضغط فيظهر هذين ولن يظهر إلا إذا كنت مشغل إذا لم تكن مشغل فالأولى هاته في Shift-A Input Texture Coordinate هاته والثانية في Shift-A Vector Mapping هاته X ثم الآن أدويرها على محور الزي حتى تكون لا محور زي حتى تكون أوه سفر أنا أحركها أدويرها على محور زي حتى تكون مواجهة للنافذة أنا محور زي أظن أن هكذا تكون مواجهة للنافذة أضغط هذه أضغط أضغط هذه وأضغط هاته أولا أضغط سفر للنظر عبر الكاميرا نعم هي مواجهة للنافذة تماما لذلك أضغط هاته لإعادة المخفي وتلاحظون الآن الأمر الأمر في إيفي لا يبدو بشكل جيد أضغط كنترول أس أأتي إلى سايكلز الآن أحدد هاته في قسم الرندر ثم أأتي إلى سايكلز ثم أضغط رندر هنا وتلاحظون النتيجة الآن نتيجة رائعة يبدو الضوء أقل لكن في الواقع حالما تعمل الرندر سيدد الضوء أعلى بكثير لكن مع ذلك أريد زيادة إضاءة HDR إذا أتي إلى هنا أجعلها ربما 2 وهذا كثير على كل حال لكني سأعمل الرندر اختباري وفي نهاية المطاف سنعمل الرندر في 2.8 1 لأن 2.8 1 فيه نويزر رائع حتى نحذف كل ذلك المهم أتي إلى هنا وأجعل 800 في 1300 جيدة أضغط Ctrl S ثم أعمل رندر اختباري وأعود بعد قليل وتلاحظون النتيجة رائعة جدا تلاحظون هذه القطيرات الصغيرة التي استعملناها كأساس لهذا البرتكل هي هنا الآن ظاهرة لأنني استظهرت تلك الكل هنا يجب إخفاءها في المرة القادمة لذلك سأفعل ذلك الآن أتي إلى البرتكل ثم أخفيها لا أريد إظهرها ثم أتي إلى الصورة الآن الصورة جيدة وجميلة بإمكاني إضاءة بعض الشيء هذه الجيهة وذلك باستخدام ضوء وهذا درس بسيط كذلك عن استخدام ضوء في بلندر لذلك أتي إلى هنا أضغط Z للدخول في الويرفرام ربما أبقى هكذا أبقى هكذا لأني أحب العمل من الليوت هنا أتي إلى هنا أتي إلى اللايت هنا ثم أتي إلى أريا بإمكانك إضافة point وهي أشبه بالمصباح الصغير والصان هي الشمس spot هو كمصباح اليد أو البروجيكتور الذي يوجه الضوء إلى نقطة معينة والأريا لامب هي ضوء أعريض بهذه الطريقة أضغط RX RX أبتعد بالفأرة أفضل ألف لهذه الدرجة أضغط 7 R لهذه الدرجة أضغط J وأسعبه إلى هنا وأضغط S وأكبره قدر الإمكان لهذه الدرجة أضغط الآن صفر وأتي إلى Rendered View وأرى النتيجة عن طريق الإتيان إلى الشيء أولا لأن لما تكون النافذة كبيرة وتعمل Rendered View هنا في Cycles فيتقل المشهد بشكل كبير وفضل النافذة صغيرة يكون أفضل أضغط صفر للنظرة رابر الكاميرا ثم آتي إلى هنا أضغط Render View أريد أن أعدل بعض الشيء على المصباح Area Lamp هي مازالت محددة إذا لم تكن محددة عندك فحددها تجد هذه طلعت هنا تأتي إلى هنا وتأتي إلى Use Note هنا وترفع القوة ربما إلى عشرة أو ما شابه ربما تجعلها بعض الشيء هكذا بهذا النون أظن أنها تشتج إلى كثير سأجرب الآن 100 مثلا ثم أرى النتيجة سأعمل رندر اختباري ثم أعود أضغط F12 وانتهى الرندر الآن تلاحظون تغير في النتيجة هناك إضاءة زائدة في الغرفة بعض الشيء أردت فقط أن أظهر هذه الثانيات هدى لأن لم نعملها حتى لا نظهرها فقط مجرد وسواس سأعمل الرندر على كل حال في Blender 281 لذلك أقفز مباشرة إلى 281 Ctrl S لحفظ المشروع ثم أتي وأطفئ كل شيء وأتي إلى Blender 281 إذا كنت شاهدني بعد الشهر من الآن أعدت أسابيع فBlender 281 قد يكون قد قد صار هو الرئيسي أما الآن فBlender 281 هو الرئيسي ولكن Blender 281 يمكنك تحميله من موقع Blender في مكان ما المهم أتي إلى هنا وأسحب المشروع الذي كنا فيه وهو هذا 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 أسحب إلى هنا ثم Open أتلاحظون النتيجة الآن أتي أولا قبل أن أضغط F12 أعمل إعداد بسيط أولا هذا هو الـ Denoiser القديم تجدونه هنا في هذه الأيقونة تنزل إلى الأسفل فتجد الـ Denoiser القديم وهو موجود في Blender 281 كذلك فاعله وانتهى الأمر لكن لن نستخدم هذا أتركه مطفئ ثم أتي إلى هذه Denoising Data يجب تشغيل Denoising Data هذه تشغيلها Ctrl S ثم بعد ذلك أضغط F12 وانتهى الرندر الآن لكن تلاحظون أن كل شيء كما هو شغلنا Denoising Data ما الذي حصل هذه Denoising Data لم تعمل لوحدها لذلك نأتي الآن أنزل هذه وآتي الآن إلى Compositing لأن كل شيء يتم على مستوى Compositing وبقول كل شيء يعني شيء واحد وهو بسيط جدا آتي الآن إلى Compositing هنا هذه لن تظهر لكم في الواقع إلا إذا ضغطتم Use Node هنا إضغط Use Node وتأكدوا من هذه Backdrop مضغوطة ثم بعد ذلك إضغط Ctrl Shift وضغط بزر الفقر الأيسر فيطلع لك هذا ال Viewer إذا لم تكن مشغل Nodrangular فلن يطلع لك هذا ذلك ينبغي تشغيل كذلك في Blender 2 8 1 أضغط الآن Shift وأضغط بزر الفقر الأيمن وأسحب بينهما فيندمج بهذه الطريقة وهذا لن يعمل كذلك Alt V للاقتراب و V للابتعاد أقترب بهذه الجهة عن طريق الضغط كذلك Alt وأسحب إذا لم تضغط Alt وأسحبت فأنت تسحب النودات المهم أضغط الآن Shift A وهنا نجد ال Denoiser المتعلق بذلك ال Denoiser التي شغلناها أتي إلى Filter ثم Denoise هذا Pylateral Blur هذه هي الخاصة بالDenoiser القديم جدا في Blender منذ عدة سنوات وسنوات لكنها معقدة بعض الشيء ال Denoiser فيلتر هذا رائع جدا أتي إلى Denoiser هنا ثم أدخله هنا ومجرد أن أدخله يحدث السحر الآن تلاحظون كالسحر يعمل أتي الآن وأدخل هذه النورمل هنا كذلك وأدخل هذه الألبيدو هنا كذلك وهي جيدة في حفظ الحواب فالنورمل خاصة بحفظ الحواب والألبيدو لاستأدري ولكن أحيانا تكون نتائج منها جيدة جدا أضغط الآن V لابتعاد وتلاحظون النتيجة النتيجة رائعة جدا V النتيجة مذهلة جدا أتي الآن إلى الصورة تبدو أنها قد زالت من هنا لذلك أتي إلى render هنا ثم أتي إلى view render وتأتي بهذه الطريقة تلاحظون أنها لم تتعدل وهذا أحيانا يحدث لذلك ما علينا سوى فصل هذه وإعادة وصلها حتى تعمل عملها هنا وينبغي أن تعمل لأن هذه node composite هي نفسها هذه انتهت هذه الدورة أخيرا إذا كنت قد مرأت بكل تلك الفيديوهات والتي تمثل حوالي خمس ساعات أو أكثر من خمس ساعات من بلندر ووصلت إلى هذا المكان فهني أن لك قد صرت بعض الشيء في طريق الاحتراف على بلندر وإذا كنت قد صنعت هذه القرورة فأرسلها إلي في إنستغرام رابط الحساب في الأسفل أرسلها إلي في إنستغرام أحب جدا أن أرى ما صنع الناس من مشاهدة فيديوهاتي هذا كل شيء لليوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق انشاءت اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته